قال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إن فكرة عاصمة السياحة الخليجية تقدمت بها مملكة البحرين إلى الإشقاء في دول الخليج العربي لتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الزياني قال إن البحرين ستعلن عن برنامج متكامل نهاية شهر الجاري لتفعيل هذه الفكرة كونها نالت شرف تطبيقها كأول دولة خليجية تكون عاصمة للسياحة الخليجية طبعا الفكرة بداية هي كمقترح من مملكة البحرين والهدف منها في الأساس هو تنشيط السياحة البينية بين مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي وجزء من المقترح الذي قدمنا أن يكون تخصيص عاصمة السياحة الخليجية بين الدول بصفة انتقالية والحمد لله تمكننا من الحصول على أول تنظيم في 2016 سنعلن عن برنامج متكامل في نهاية شهر نوفمبر عن الفعاليات وعن المناسبات التي سنعتفل فيها في العام القادم